طبعا احنا يمكن عادة نتكلم عن الوجه الاول في ذات العملة انه جاء المسيح ليخلص جاء ليرحم فلماذا جاء المسيح لو قلنا انه جاء هل فقط ليخلص ويرحم امك ايضا ليدين اخي ريزار خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة والوضوح مساندين على كلمة الله الانجيل يحمل وجهين الوجه الاول هو الرحمة والقبول والخلاص لكل من يقبل دعنا نقول ده في المجيء الاول هل يعني فين نتكلم يعني يتكلم الكتاب عن مجيئين للمسيح ويصورهما بصورتي الصورة الاولى صورة الحمل الصورة الثانية صورة الاسد الخارج من صبت يهوزا الحمل الذي اتى ورفض الحمل الذي اتى وذبح عندما اتى المسيح كالحمل قال عنه يوحنا هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هل رفضة؟ رفضة هل بغضة في العالم؟ وبغضة في العالم هل طريدة؟ هل طريدة؟ هل صليبة؟ نعم صليبة علشان كده مزمور اتنين يقول بنبوة عن المسيح لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل قام ملوك الارض تأمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحي قواليل لنقطع قيودهما ولنطرع عنا ربوتهما ده حصل امتى؟ في المجيء الاول الساكن في السماوات يضحك الرب يستهزئ بهم حنازن يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون وبعد كده بيقول ايها الملوك تعقلوا تأدبوا يا قضاة الارض قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق مجيء الاول كحمل مجيء التاني كأسد